السعودية دولة بتاع التوحيد وفي النهاية دارت دولة مع السعودية البلد ديك هناك التوحيد درع بينه فوق صوف هناك بنجلد اخو مسلم بنجلد سروري بنجلد كلهم هناك منتهي منهم مرة واحدة في الوطن يترضون من هناك يجيبون لين هنا بلدنا دي مغنطيس بتاع ضلال والله الذي لا اله لا غير مغنطيس بتاع ضلال يجلدوا الاخوان المسلمين هناك انتهوا منهم مرة واحدة اول حاجة في تحالف ضد الشفاة ديلك بتاع الارهاب اتنين منعوا الكتب بتاعت الاخوان المسلمين كلهم هناك واي زول اخو مسلم منعوا من التدريس ديل طردوهم من بغاضي جابوهم لين بجاي جابو لين العريفي اخو مسلم محترق كلب فيمتا وكذلك عائد القرني جابوهم لقاطهم جونة في البلد دي وهم وسلمان العودة ايو جابوا سلمان العودة ما عائد القرني فيمتا الله لا اعادهم وديل فيمتا برضو جاي يجيبوا القرنضاوي فيمتا ويجيبوا بلاوي اخ الله يدينا ويديكم فانحنا ما عندنا علاقة بالموضوع دا وانحنا بنشكر الدولة السعودية فيمتا وانحنا لو لقيت السعودية ما بتمشي السيواء ما بتمشي ما بتمشي وانحنا هنا بالحلقة دي بندعو للتوحيد عشان دارين بلدنا ديه ان شاء الله تبقى بذي ديك فيمتا البلد دي فيها صوفية صوفية ذيل لو منتهو الغاز ما بيجي كارا ما بتصلى فيمتا مشروع الجزيرة دا ما برجح والله الذي لا اله لا غيره ربنا عز وجل قال ولو ان اهل القرى امنوا امنوا وديل بتاع انشرك بالله تبارك وتعالى سمانية وبرهانية تجانية نقشة بندية كلهم بتاع انشرك بالله عز وجل والله قال ولو ان اهل القرى امنوا وديل اشركوا فيمتا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا كذبوا بقوة تجانية بقوة ختمية فيمتا كلامي وربنا عز وجل قال ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم انت وحيد ربنا تبارك وتعالى وادعو الناس للتوحيد فيمتا كلامي عشان كده ربنا عز وجل بعث الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس الى توحيد الله تبارك وتعالى لان التوحيد ربنا عز وجل بصلح به والدنيا فيمتا انت لو وحدت ربنا تبارك وتعالى فيمتا كلامي الله عز وجل اه بتكفى لك بالرزك ربنا عز وجل قال فيمتا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره فيمتا كلامي دي زرط الطلاق فالناس توحد ربنا عز وجل وده الدعوة بتاعتنا دعوة للتوحيد ونقد الشرك الذي يدعو اليه المتصوف الصوفية بكل الطرق بتاعتهم سمانية برهانية الى اخره فيمتا يدعو للشرك بالله عز وجل كلامنا دا لو غلط امشي المولد المولد بتاعهم دا المولد بتاع الصوفية يقول لك مولد النبي عليه الصلاة والسلام اه عبارة عن فنون شعبية بس ما عنده اي علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام فنون شعبية واخيرا دا المولد بتاع الفين وخمستاشر جايبين نسوان ما قرر learner تاعتهم اليها تطريقة بتاع ادنا دا القلعة ولا الرشخور فيمتا نسوان شاهلين ليه بنوبه والله اللي اللônь DEZ لا 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 غيره اوووو صل عليه صل عليه بالله عليك الله فيمتا وirezنا الرجال حاصر الرجال دي المطلعين روحنا لما انتجوه لينا نسوان فيمتا كلامي بكرا يجيب قول لك الولي الصالح فلانة بنت فلان ومن كراماتها أنها ما عارف شنو كده ماذا رأقول لك؟ انت كلامي؟ كلام فارق والله جد البلد دي إن شاء الله عز وجل والناس دي سكتت عن بيان الحق هيكون فيها بلاوة كثيرة لكن إحنا قاعدين هنا ومنذروا شلك جماعة دين إنت لو أمصدق إنه في شرك أمشي الخيم بتاعت الصوفية وأقرأ الكتب بتاعتهم المولد القبل الفات أو المولد الفات أنا لقيت كتاب في الخيمة بتاعت الطريقة السمانية كتاب اسمه المناقبة الصغرى دي الصغرى للشيخ أحمد الطيب البشير في إنت قال في الصفحة 72 أول ثلاثة سطور قال ومن كرامات الشيخ أحمد الطيب البشير أن الله ملكه الكون 33 سنة الله عز وجل مسك الكون دا لهم طيب البشير الدليه 33 سنة في إنت قال لم ينقص منه جناح بعوضة في إنت كلامي دا الشرك بتاع الصوفية الآن جاعد في المولد يقول لك دا حبا في النبي حبا في النبي عليه الصلاة والسلام وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مولد يا درويش آه يا صوفي النبي عمل مولد قل لك هاي عمل مولد عمله امتان قل ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين ولما سأله قال آه ذاك يوم نولد فيه وقلت الليلة يوم الاثنين ليلة ليلة السابت يجي يوم الاثنين بعد داك تاني يوم الاثنين قال كان يصوم إنت صايم وإنت بتاقل فتاة يا خلاه ديك الفتاة متوم حمتني النوم والفتاة مشطة حمتنا النطة مهمتا كلام فاضي أقل لك تصوم تصوم ما تاقل فتاة تلاتة الكلام دا اثنين واحد وأنا كله اثنين كله اثنين صح طيب ما دينكو الشهر دا شهر ربيع الأول تقول ليه احتفال بالمول كله اثنين تحتفل وتصوم أربعة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يوم مولده كان عيد ما كان صامو يا هادر ويشا بليد ما بتفهم ما كان صامو لأنه صيام يوم العيد حرام إنت اللي بفهم أقمونه إنتم باري أبوك الشيخ قباشي القيد في شبله ما عارف جيت أزور جبله جيت أقيف قبله لولحوا زقل دردقوا نبله بلعوا الجب أكلوا من الطريق زقل عملية دي جونسينة ما بيعملها إنت والله الذي لا يغيره جونسينة ما بعمل عملية زيد إنتم باري المدايح دي تفهم كيف صيام يوم العيد حرام والنبي صام معناه ما يوم عيد ما تجد قل لنا في مولد ما في مولد دي نجرى نجرى الصوفية سايد ما في مولد إتنين لو في مولد هل يحتفلوا بيه والصوفية لو بيجوز الاحتفال بالمولد يحتفلوا بيه والصوفية إنت يا صوفي أمشي احتفل مع أوباما هناك بمناسبة الكريسمس وما عارف ليك احتفل مع أوباما لأنه كلكم شبه بعض إنت النبي عليه الصلاة والسلام ما بيجباك النبي عليه الصلاة والسلام الله بعثه يدعو للتوحيد ويتا يا كافي البلا يا درويش أبوك الشيخ يدعو للشرك بالله تبارك وتعالى البرعي برعي ده مو شيخ السودان ويقول لك ده الولي بتاع السودانين البرعي ده أفنى حياته أو أفنى حياته لنشر الشرك بالله تبارك وتعالى والكتب بتاعته قاعدة أو أكتزعل ما تتكلم في البرعي والبرعي ده حفظ القرآن ما عندي بك شغل أركب مواصلاتي تخارج أوقت تقورك لنا هنا تخارج طوالي النازي كله والحمد لله عارفين البرعي ده دجال ولا ما دجال عارفينه يا أخي انت الموضوع ده الكباشي كيف الموضوع ده منتهي بس انت يا صوفي وإن شاء الله بنصبر عليك الحلقة الجاية والبعدية إن شاء الله برضو بتعرف البرعي دجال والمكاشفي والكباشي البرعي دع الناس إنهم يعبد غير الله البرعي قال إنه بخطب في البلاد نزيله إذا الغاز بيقى مافي الغاز بيقى مافي مافي غاز صح البرعي قال لك إذا بيقى مافي غاز إنه بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل كده يا صوفي يقول لإسماعيل الولي قل يا إسماعيل عن بوبة غاز بيجيب لك ما بجيبها الله في القرآن كلمك قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم إسماعيل ما بيسمعك ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو سمعك ما بجيب لك إمتى وأنا لو لقيت عن بوبة غاز بحشر لإسماعيل تجوه فرقع فوقه إمتى هذا كلام فارح ده دين بتاع البرعي دين آه أبو جهل ما نطق بهذا الشرك بالله تبارك وتعالى أبو جهل كان في الشدة يدعو الله تبارك وتعالى الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ديلك كان في الشدة بيسألوا ربنا تبارك وتعالى لكن لمن يطلعوا في الرخاء بنادوا الأولياء بتاع النعم الآن في بلد ندي في الشدة بنادوا غير الله يا رجالة الأسرع من التلفون يا جماعة ما تشتغلوا بايز والبوجود دي وضع طبيعي طبعا بيكون فيهم الحاصل أو دائر يفهم هم تفهم ماذا تشتغل بيهم خليه كوريك سايد ويتقال لك لو جوتة لو ما جوتة إحنا بنشتغل بيك يعني ما بنشتغل بيك الحلقة دي شغالة هم تا والحمد لله رب العالمين زول بشر عنده كرعين اتنين بيقدر يوقفه ما فيه والحمد لله تبارك وتعالى فبالتالي كوريك وتخارج كوريك وتخارج والحلقة دي اختيارية ما يجبارية يعني ما بزول جراك من أطارك قال ليك تعال اسمع الجغمة بتاعة البورعي ما بزول جراك طيما عجبك اتخارج طوالي أو وعد تقعد طجود من برة هين تا قال عمين فربنا تبارك وتعالى اتكلم عن المشركين قال إنهم في الرخاء كان بيسألوا الله عز وجل وبيسألوا الأولياء وفي الشدة كانوا يوحدون أما الصوفية الليلة في الشدة بالله تبارك وتعالى وفي الرخاء يشركوا بالله عز وجل البورعي قال قال لستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير ليه أخضعك الصغير ولا تميل أبدا لغير كن ليه قريب جار وليه أخدم بدن إجار وهو عكو الكجار ومعاملت التجار لا تضحك عنده كن ثابت عنده في كربك عنده بتغيسك جنده في الكرب تنده الشيخ في الكرب تنده الشيخ ده دين البرعي فيهمتا ما انت مسكين ما بتقرأ الكلام ده انت مباري ليه المدايح بتاعتك فيهمتا المدايح بتاعت الصوفية دي دي ما بتمثل الإسلام ولا بتمثل أي شيء من دين النبي عليه الصلاة والسلام الصوفية حصلوا مرحلة انه بيقى يحرفوا الأغاني خلاص كملوا المدايح مرة واحدة خدشوا في الأغاني والله قبل كم يوم بس ما عليه في متحة بتاعت الصوفية المغنية الزمان دي كان ليلة مسافر أنا أنا مع جبل الخاطر فيهمتا الصوفية غيروا والله الذي إله إله غيره قال قولوا للوهابي أنا أنا ما بتعرف الحب عني أنا والله قال قولوا للجايين أو قولوا للمابين أنا أنا أيوه قال ليك شوق وحنين أنا أنا قولوا للجايين العلاج بطينا كل سنة فيهمتا امداد دي اتحاد الصوفية للفنانين والله الذي إله إله غيره قالوا هاي ما بعرف الحبة حبة تقوم لك تحيد لسانك يا الصوفي نحن بنعرف أي الشرك وأي بدعة بتاعة الشيخ من الشيخ بتاعتنكم دي امتا كلامي فصوية بنخليهم ما بنخليهم أبدا إن شاء الله عز وجل جزاكم الله خير بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمكم شكرا ل لو شكرا للمشاهدة شكرا